يا مساء الخير هنعمل النهاردة حبيبي مع بعض حلاء الفراولة البارد هنعملهم بمكونات سهلة وبسيطة وكلها موجودة عندنا في كل بيت طبعا احنا في موسم الفراولة وكل الكبار والصغيرين بيحبوا الفراولة وحب الفراولة ده ما يختلفش عليه اتنين هنعمل النهاردة من الفراولة حلوة بردة بمكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت يلا بينا بسرعة نبدأ ونشوف عملناها ازاي المكونات اللي معنا حبيبي النهاردة معانا نصف كيلو من الفراولة غسلينها كويس جدا ومنضفينها ومقطعينها ومعانا السكر بتاعنا وطبعا السكر حسب الرغبة معانا 3 معالق من النشا ومعلقتين من الكريم شونطية معانا حوالي 200 جرام من الفراولة كمان بس مقطعينها مكعبات صغيرة ومعانا لتر من الحليب بسم الله نبدأ هنجيب شفشاء الخلاط بتاعنا هننزل فيه بالفراولة بتاعتنا اللي احنا غسلينها مش اللي مقطعينها مكعبات صغيرة هننزل عليها بمعلقتين الكريم شونطية لتر الحليب بتاعنا وبعدين هنحط السكر بتاعنا واحنا طبعا عارفين ان السكر حسب الرغبة انا هنا حطيت حوالي 3 معالق من السكر هنضرب بقى المكونات جيب في الخلاط ونرجع لكم من تاني علشان الصوت والازعاج ودي حبيبي شكل الخليط بتاعنا بعد ما ضربناه في الخلاط هناخده بقى ونصفيه بمصفة ديقة جدا هنحط المصفة ديقة جدا معنا هنصفي بها الخليط طبعا الخطوة دي اختياري ممكن تستغني عنها بس احنا بنحب ان الخليط بتاعنا مايبقاش فيه اي بزور وكمان علشان نضمن ان العصير بتاعنا او الخليط بتاعنا مافوش اي تكتلات من الفراولة بتاعتنا هنصفي بقى كويس جدا جدا وطبعا لازم المصفة تكون ديقة علشان نضمن ان ماينزلش اي بزور وكمان مايبقاش فيه اي تكتلات في العصير بتاعنا او الخليط بتاعنا شايفين لونه لونه حلو قوي ريق جدا مفوش اي تكتلات مفوش اي بزور هنجيب بقى هنا مع ثلاثة المعالي النشا بتاعنا هننزل عليهم بربع كوباية من الحليب ونبدأ ندوب النشا في قلب الحليب طبعا احنا حطينا النشا علي الحليب دلوقتي وحننقلبه كويس جدا نفكه مع بعض ونحطناش النشا علي الخليط بتاعنا مباشرة علشان ما يتكتلش مننا علشان نضمن النشا كله سايل معنا مفوش اي تكتلات برضو هنقلب فيه لحد ما نوصل للكوام السايل خالص اللي احنا عاوزينه اللي هو القوام ده هناخد بقى خليط النشا ده وننزل بيه على العصير بتاعنا واحدة واحدة كده ونقلبه علي البارد نخلي المكونات كلها تتجنس مع بعضها علي البارد قبل ما نرفعه علي النار نخلطهم كلهم مع بعض بالتقليب كده زي ما انتوا شايفين وبعدين هناخد بقى الخليط بتاعنا ونرفعه علي النار على نار متوسطة ونفضل نقلب فيه لحد ما نوصل للكوام الكريمي اللي احنا محتاجينه بنقلب فيه ما بنشالش ادينا منه خالص علشان ما يبقاش حتة تقيلة وحتة خفيفة وكمان علشان ما يتحرقش مننا ودي يا حبيبي وصلنا للكوام الكريم اللي احنا عاوزينه وكمان بدأ يغليه معانا اهو ويبقبق من كل ناحية اهو هناخده بقى وهو سغن هنفضيه في الاطباق بتاعتنا او الكوبيات بتاعتنا اللي احنا هنقدم فيها هنفضيه ومش هنخلي نملى الكوبيات او الاطباق لحد الاخر لاني لسه فيه طبقة تانية هنحطها عليها كده يا حبيبي اهو ملينا كل الاكواب بتاعتنا بالمنظر ده هنركنها على جنب بقى ونسيبها تبرد شوية لحد ما نعمل الخطوة التانية او الطبقة التانية معاني هنا الطاصة هننزل فيها بالفراولة اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيرة هننزل عليها بمعلقتين من السكر وكمان عصير لمونة كاملة هنا حبيبي الخطوة دي بنعمل فيها سوس الفراولة اللي احنا هنحطه على وش الاطباق بتاعتنا او الاكواب بتاعتنا هنقلب بقى المكونات دي في بعضها لحد ما كل السكر يغلف الفراولة اللي معانا كلها يبقى كل الفراولة متغلفة بالسكر بتاعنا هنقلبه كويس جدا وبعدين هنرفعه على النار كده حبيبي اهو جنسنا المكونات كلها في قلبه بعضها نرفعها بقى على النار على النار عالية الاول لحد ما تبدأ الفراولة بتاعتنا تنزل المية بتاعتها كلها بالمنزر اللي انتو شايفينه ده اهو يا حبيبي الفراولة اللي نزلت المية بتاعتها هنخلي النار بقى متوسطة ونفضل برضو نقلب فيها لحد ما السوس بتاعنا يتقل شوية والسكر يتكرمل معانا وبردو نفضل نقلب فيها واحدة واحدة وما نوقفش تقليب خالص لحد ما نحصل على السوس اللي احنا عاوزين الفراولة تشرب المية بتاعتها دي والسكر يتقل واتكرمل كده يبقى وصلنا للقوام اللي احنا عاوزينه اللون اغمقي معانا اكتر اهو شايفين سوس الفراولة لونه حلو قوي وصلنا للقوام اللي احنا عاوزينه اللون اغمقي معانا اكتر اهو شايفين سوس الفراولة لونه حلو قوي القوام سكرة كارمل سوس الفراولة نقدر نستخدمه في اي حاجه في الترات نزين به اي حاجه طعمه حلو قوي 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 قوامه كويس جدا ممكن نحتفظ به في التلكه برضو الفترات ان احنا ممكن نستخدمه في افتازين اي طرط في جاتوهات في كيكات في اي حاجة انتو تعاوزينها او محتاجينها. هناخد بأسوس بتاعنا ده ونحطه على وش الاكواب بتاعتنا او الاطباق بتاعتنا. بنوزحها كده على وش الاطباق. هي كل طبقة او كل كبية بتاخد معلقة. هنحط بقى على الوش بتاعهم كلهم. كده يا حبيبي اهو خلصنا الاكواب بتاعتنا كل لها. تقدر تصيبوها زي ما هي كده متحطش عليها اي حاجة تاني ممكن تزينوها باي حاجة تاني انتو محتاجينها. انا حاطيت بس رشة بوز الهندي على كل كوب علشان بس نكسر اللون الاحمر ده يبقى فيه لون تاني. حاجة كده تكسر اللون بس في عينينا شوية. بقاش كله احمر احمر كده. وادي حبيبي شكل الاطباق بتاعتنا او الاكواب بتاعتنا النهائي. كان طعمها بصراحة جميل جدا. قوام كريمي. طعم الفراولة غني فيها جدا. كل محبين الفراولة هيحبوا الوصفة بتاعتنا دي. ولو عجبتك وصفتنا النهاردة. متنسانيش هب في اللايك. وشير. وسبسكرايب للقناة. واستنونا حبيبي قلمي في فيديوهات تانية كتير كتير. ومع الف سلامة في رعاية الله.